حراسوا رؤساء الدول الأوروبية ولاحظوا أني قلت الدول الأوروبية لهم تكتيكات وطرق مدربين عليها لكشف أي محاولة عملية اغتيال أو المساسب أم دولتهم أما حراس الخليج والعرب عموماً ما عندي أي معلومة عنهم ولهم تكتيكاتهم الخاصة وما لنا أي علاقة فيها التغريدات والسنابات والبوستات وكل هالأشياء اللي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالدول الأجنبية طبيعي بتكون مراقبة وخصوصاً على الأشخاص اللي عايشين دور الحرية والتعبير عن الرأي لكن مثل ما احنا عارفين الحرية والتعبير عن الرأي دائماً لها حدود وتكون بحدود صلاحية تكونك كمواطن حلقتنا اليوم إن شاء الله بتكون عن أقوى 6 تكتيكات للعمليات الخاصة بالدول الأوروبية معكم علي من برنامجكم 6 على 6 ويلا ودينا على انترو تقبل الله منكم صالح العمال وكل عام وأنتم خير شهر عليكم مبارك وعسانا وإياكم من عوادة إن شاء الله ندخل بحلقتنا اليوم ومعنا بالمركز السادس العملاء القطط أو كات ايجنس هالفئة هم أكثر نخبة وتدريب عالي وسلاحهم قذائف R16 وهالسلاح ترى ما يلعب في حال تم اختيارك الانضمام معهم بيخضروا عليك الاختبار لمدة أسبوع بدون ما تحس يعني بيكون في ناس تراقبك وتصنع لك المشاكل بحياتك سواء كانت مشاكل نفسية أو جسدية وبرقبون طبعاً طريقة تحلك لها في حال تجاوزت الاختبار ونجحت تنتقل للمرحلة اللي بعدها واللي هي معسكر تدريبي لمدة 6 أسابيع تلبس يا طويل العمر سترة ضد الرصاص وزنها 20 كيلو وبتركض مسافة كيلوين ونص تقريباً ولازم تخلصها بتسع دقائك هذا عقاب وإذا ما خلصها بره على طول هذه مقبلات ترى غير التدريبات الذهنية اللي لازم تكون مركز كل الوقت لأن أي سرحان لو ثانية وحدة ممكن تموت أو تفشل بمهمتك ولازم يكونون مستعدين لأي اقتحام بين الجمعات اللي تصير بره خصوصاً لو كان الرئيس طلع يتكلم عندهم قدام الناس معناها لازم تكون جاهز ذهنياً وبدنياً لأي شيء ممكن يصير من الحجز المتجمع وشفنا كثير محاولات اغتيالات وغلبها فشلات بسبب قوة الأشخاص المدربين وفطنتهم هالعملاء ما يعتبرون حراس الرأساء يعتبرون الخط الأول لإفشال أي عملية اغتيال أو شغل وأول ما تصير مشكلة على طول يتدخلون وحراس الرئيس مباشرة ينقضونه ويطلعونه من المكان يعني زي ما تقول لهم بوجه المدفع بالمركز الخامس عندنا موكب الرئيس وسيلة النقل للرئيس لها اسم خاص عندهم اللي هي The Beast الوحش سيارة لموزينة مصفحة من نوع كدلك وزنها سبع أطنان من الدروع وسماكة بعض الدروع فيها يوصل إلى ثمانية بوصة هذه يا طوي العمر تتحمل مدافع من العيارات الثقيلة وتتحمل العبوات الناسفة لكن الحماية هذه كلها مو كل شي يا حبيبي الوحش مو الحالة أبداً السيارات اللي حوليه تشوفها كلها مو طلعين يتمشون معها كلهم عملاء مدربيين ومحترفين ولو تلاحظون الشاحنة السودة أو الفان اللي تكون معهم فيها فريق مضاد للهجوم يا ترى من هالفريق اللي معهم بالشاحنة أو الفان المرعب اللي تكلمنا عنهم بالمركز السادس اللي هم الكات ايجنس الموكب فيه عشرات السيارات وكل سيارة قيمتها فوق المليون دولار وفيه طبعاً أشياء وخصائص ما حد يدري عنها إلا أصحاب الشهن بالمركز الرابع فود سكرينينج أو فحص الأكل كل مرة يوصلون الطباخين الرئيس للمطبخ بيجهزون الأكل حراس الرئيس دائماً جاهزين لهم يفتشونهم تفتيش صارم قبل يدخلون للمطبخ وبعدها يراقبون كل حركة حرفياً كل حركة يتحركها الطباخين لأن ممكن بأي لحظة واحد من الطباخين يحطسهم بالأكل طيب لو سافر الرئيس ياكل من المطاعم واللي يقضيها عزائم أحياناً نشوف في فيديوهات في رئيس جالسة مطعم ولا شيء ما ياكل خذها مني ما ياكل كلها عشان التصوير بس ولنشوف الرئيس ياكل مثل عامة الشاب أي سافرة يسافر فيها الرئيس على طول يسافرون مع مضيفات القوات البحرية عندهم مضيفات بحرية اللي نعرفه حنا مضيفات طيران يعطونا اللي بغى بالطيارة بس بقول لك وش وظيفة مضيفات البحرية هالوظيفة عسكرية وكل المضيفات اللي فيها عسكرية ووظيفتهم لو كان في ضباط أو رئيس دولة أو أي شخص من أسرة الرئيس بيسافر بتحصل على طول المضيفات يسافرون معهم ووظيفتهم يفرون لهم الأكل من إله هم اللي تقضون وهم اللي يطبخون رواتبهم توصل إلى 51 ألف دولار وتحصل لهم 24 ساعة مسافرين وظيفة للمتعة صراحة لكن وقتك كله بالمطبخ راتب 51 ألف والله ما في مشكلة لو تبينينا نام بالمطبخ عادي وبالمركز الثالث سيستيما الراشان كومباكت اللي هو نظام القتال الروسي الحر المعروف أن عملاء المهمات الخاصة دائما يدربون على القتال بالسلاح لأنه هو الشيء الشائع بكل دول العالم اللي يتدرب على سلاح معين واللي قناص واللي بدبابك الواحد ومهمته لكن هالمجموعة عندهم نظام خاص وتدريب خاص ما يستخدمون فيها الأسلحة غالبا ويتم تدريبهم تدريب مكثف وقوي على القتال الحر ويسمونه سيستيما راشان كومباكت ومو مثل أي قتال حر ممكن تشوفه باليوتيوب ولا بالأفلام عندهم تكتيكات وطرق يشيل منك السلاح بأجزاء من الثانية ومدربين تدريب قوي لمواجهة أي شخص مع سلاح وأبرز على الأشياء اللي يدربون عليها هي الهدوء لو صارت أي مشكلة ويتعلمون فيها طريقة التعامل مع أي مشكلة تصير مع الرئيس بهدوء وفنون قتالية بدون استخدام أي أسلحة أحيانا بعض الأماكن اللي يروح لها الرئيس ما ينفع يكون معاش خاص رفعين سلاح وطبعا هالقوة الخاصة بتحصلهم معاه على طول هدفهم مو القتل طبعا هدفهم الأساسي هو الدفاع ومثل ما قلنا التعامل بهدوء في أي موقف يصير بالمركز الثاني أدفان سيرفيس سيكرت تيم اللي هم العمليات الخاصة المتقدمة هذولا وظيفتهم المسح الأمني لأي مكان يروح للرئيس الأول مرة يسبقون الرئيس الموقع على طول اللي بيروح له ويسووا له مسح أمني كامل على الموقع ويتأكدون أن الموقع عامل بنسبة مليونين بالمئة وطبعا مدربين أشد التدريبات الأمنية لمثل هذه العمليات لأن المهمة مو سهلة أبدا أن تحط نفسك مكانهم وتخيل أنك مدرب أفضل التدريبات لكن تروح للمكان جديد وأول مرة تروح له طبيعي بتحس أنك مشتت وما تدري وش ممكن يصير لأنك وبساطة أول مرة تروح له المكان وما تعرفه هالوظيفة جدا خطيرة وصعبة ومهمة ويحتاج لحراس عندهم فطنة ودهاء عالي على سبيل المثال الرئيس بيروح المدرسة بيزورها هالحراس بيصلون قبله بيفحصون المدرسة كاملة مثل الحمامات عزكم الله مثل المقصف خزانات الملابس لدرجة أن بعض الحراس يروح للمستشفيات القريبة من الموقع ويتأكد أن ما في أي شخص مريض عقلي كانوا بالمستشفى خلال هاليومين للي راحوا وطلع بعدها هالتفاصيل الصغيرة ممكن تبعدك عن أي مشكلة كانت بتصير ولو الرئيس راح الفندق بيسبقونه بعد وبيفحصون الفندق كامل وبيكونوا عندهم لستة لكل الموظفين الفندق ومن منهم اللي بيكون له تواصل مباشرة مع الرئيس وبيفحصون سجلة كامل وبيطلعون برينت عن حياته ولو واحد من الموظفين عنده سجل جنائي بيطلبون منه يجلس في البيت أثناء تواجد الرئيس بالفندق وتخيل برضو يجبون فني مصاعد ويخلونه جاهز على مدار الساعة لو صار أي مشكلة بالمصعد على طول الفني بيروح يصلح المصعد بالمركز الأول العلاج لعشر دقائق لو تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال أو تعرض لأي مشكلة صحية فيه بروتوكول معين لمثل الحالات ويتم تعيين عدد معين من الرجال للعمليات الخاصة لحماية الرئيس هالقسم معروف بالPPD Percentital Protective Division قسم الحماية الرئاسية مهمة هالعملاء اللي تم اختيارهم بعناية حماية القائد الأعلى للقوات المسلحة طبعا هو وعائلته وهم مدربين تدريب على أعلى المستويات في شيء اسمه العلاج في عاشر دقائق واللي هو انه ميسوون كل شيء تدربوا عليه لزيادة فرصة بقاء الرئيس على قيد الحياة لأطول مدة ممكنة لو صار له شيء طبعا لكن ليسموها العلاج بعشر دقائق أنا بقول لكم وهالأشياء بتصدمكم من كثر ما هي مجنونة لو سافر الرئيس لأي مكان ضروري يكون فيه مستشفى حوالي المكان ما تزيد مسافة عن عشر دقائق بالسيارة يعني من الموقع اللي راح للرئيس إلى المستشفى ما تزيد عن عشر دقائق المدة هذه ويكون فيه عميل متمركز بالمستشفى ويتأكد من جميع الطباء الموجودين بالمستشفى ويراجع طبعا حاضرهم ومستقبلهم وماضيهم طبعا لازم يكون فيه أكياس دم بسيارة الرئيس فيها نفس فصيلة دم لو كانت حالة تستدعي نقل دم تبتشوف هالمهمة أو هالوظيفة بشكل مباشر اكتب بس باليوتيوب محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغان سنة 81 وبتشوف كيف هالقسم أثبت قوته وفعاليته واحترافيته بالتعامل وأنقذوا رئيسهم وقته لو فيه تكتيكات سمعت عنها اكتبها لنا بالتعليقات والقائمة طول وفيه تكتيكات كثيرة وما لها نهاية لكن حاولت أغفر لكم أبرز ستة من وجهة نظر البرنامج ولو أعجبتك الحلقة اضغط على زر اللايك والاشتراك الموجودين تحت الفيديو وفعل زر جرس التنبيهات لو حابتشوف جديدنا بالتوب سيكس كان معكم أخوكم علي من برنامجكم ستة على ستة نشوفكم بالحلقة الجاية ان شاء الله